بيعد وليد من حميد وبينظم هجمة سعودية لإبراهيم ماطر يلا إبراهيم لما مشوف خالد يشوف معاك الغشيان للغشيان بيرعب علي أدخل الغشيزات تتعبره في الجمعة إلى سلام هدف سعودي بيسجله عبدالله الدوسري شوف عبدالله الدوسري يطلع في توقيت جيد وآخر المملكة العربية السعودية هذه هدف الأخرى بالبطيء بالبطيء في المرمى بالبطيء داخل المرمى يسجل منتخب المملكة العربية السعودية الهدف سحريني شقيق هدف التعادل من كرة عكسية داخل منطقة الجزاء وفي غفلة من خط الدفاع تلعبت على يسار مصفر الشمراني عادل شوفوا يا عادل الكرة هنا عدت ووصلت لطلاله هنا تلعبت في يساره في داخل المرمى على يسار مصفر الشمراني ويسجل خالد دعار خالد دعار شوفوا خالد دعار استغل ضربة الزايا في الوقت بدل الزايا وهذا جمهور السعودي فرحان ويسجل خالد دعار الهدف الثاني لمنتخب المملكة العربية السعودية شوفوا خالد دعار هنا في ضربة الزايا هذه الكرة هنا في قول سعودي داخل المرمى ويسجل خالد دعار مهاجم منتخب المملكة العربية السعودية في الوقت اخبر ابراهيم ماطر ماشي ابراهيم بيرض ماجمة يالله ابراهيم يمرل ناحي خالد اكرار ماشي خالد دعار مرمى يقدر يسجل يسجل داخل المرمى خالد دعار الهدف الثالث لمنتخب المملكة العربية السعودية يكمل المباراة مع زملاءه 13 دقيقة من الشوت الثاني تتلعب ضربة الزايا بالرأس تصل الى ابراهيم ماطر يسيبها ناحية خالد الشنيف عالية داخل منطقة الجزائي بالراس على سطره بيسجي في المرمى قول عبدالله الشمان قول رابع هدف رابع اليمين ناحية سامي ماشي سامي يرفع كورة عالية داخل منطقة الجزائي شيرة كمال براسو توصل لحميد ما يسيطر على الكورة وياخدها المسهري يمر الناحية خالد الشنيف دور الله الفاضي سلمان عمران جنبه يغير رأيه لابراهيم ماطر دينية ماشي ابراهيم بحاول يهديه فين ان بيهدي ابراهيم وداخل منطقة الجزائي يقدر يسدد قول باتجال المرمى قول ابراهيم ماطر قول قامل انا قلت يقدر يسدد باتجال المرمى وفعلا يسدد ويسجل ابراهيم ماطر الجمائير السعودية فرحانة بالهدف الخامس اللي سجلوا ابراهيم ماطر من تمريرة ذكية ذكية جدا من خالد الشنيف